تعاني لأحياء الفلسطينية في مدينة القدس من نقص كبير في الملاجئ خصوصا في ظل الحرب وظهر ذلك جاليا مع الضربات الصاروخية الأخيرة التي أطلقت من إيران باتجاه أراضي فلسطين المحتلة القدس يعيش فيها 400 ألف مقدسي إذن بحاجة لـ 80 ألف ملجأ بينما في القدس الغربية يوفر ملاجئ بالأندية والمدارس أما في القدس الشرقية كما هي المرافق مهملة فحياة الناس مهملة ولا يأبه بحياة الناس في أي منطقة عربية سواء في عكا في حيفا في القدس فإنما نجد فهذا ليس غريب على الاحتلال الذي يقوم بمجازر الإبادة الجماعية ويوفر ويقول أن الأماكن آمنة ويقصفهم فكيف يوفر لنا ملاجئ ها هو حياة الإنسان المقدسي في خطر نتيجة أن الحكومة اليمينية عنصرية بامتياز أثار هذا الوضع قلقا واسعا في القدس خاصة مع التمييز العنصري الجلي في ظل انتشار الملاجئ في المستوطنات الإسرائيلية المقامة في القدس والتي تحصل على دعم أكبر من الحكومة فيما يتعلق بالبنية التحتية بما في ذلك بناء الملاجئ دولة الاحتلال الإسرائيلي هي تمتنع عن تقديم أي من الملاجئ أي من السبل لزيادة الأمن والأمان في وقت الحروب وهذه العنصرية هي عنصرية مؤسساتية ممأسسة داخل الأنظمة الحاكمة الإدارية والسياسية في دولة الاحتلال الإسرائيلي وينتج عنها جميع الشواهد التي نراها العنصرية التي نراها ومن ضمنها عدم توفير أماكن آمنة وملاجئ التمييز في توزيع الموارد والبنية التحتية يعاد جزءا من السياسة التمييزية الإسرائيلية والتي تنتقدها المنظمات الحقوقية الدولية إذ يظهر جاليا أن حكومة الاحتلال تميز في تقديم الخدمات بين السكان الفلسطينيين والمستوطنين في المدينة فيما لا يزال الفلسطينيون يحرمون من التصاريح اللازمة لتطوير البنية التحتية بما يزيد من تفاقم سوء هذه الأوضاع العنصرية الاحتلالية القاتلة هي أحدث ما يعانيه المقدسيون في ظل الحرب المستمرة على الكل الفلسطيني من خلال سلب كل أدوات الأمان آخرها نقص الملاجئ من القدس المحتلة لقناة الكوفية منار شويكي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر